وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 135 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدومة تم ضبط 87 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 48 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 613 قضية من بينها 165 قضية خبز ناقص الوزن و151 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت قرابة 139 طن أقمح محلية